أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان اليوم رح أتكلم عن تهدئة ثلاث عواصف واللي هدأ العواصف طبعا يسوع المسيح هو الوحيد اللي إله القدرة والسلطان الفائق على عواصف الحياة وأنا عوز أتكلم الآيات موجودة في إنجيل متى إصحاح 14 سياق الحديث أن الرب يسوع أشبع خمسة آلاف رجل معد النساء والأولاد ويعني أشبع آلاف من خمسة أرغفة وسمكتين والناس حاولت تخطف يسوع والتوجه ملك لكن المسيح رفض الملك الأرضي فألزم التلميذ أن يذهبوا إلى العبر الآخر وهو صعد إلى الجبل ليصلي وعادة كما يحدث في بحيرة طبرية وأنا عشت حول بحيرة طبرية وشفت العواصف بأم عيني بتكون البحيرة هادئة وفجأة بتهب العواصف الهوجاء وهذه العاصفة هبت وكانت يعني في الهزيع الرابع بعد الساعة ثلاثة صباحا والتلميذ حاولوا بكل قدرتهم حاولوا يعني بكل حكمتهم ولكن كل حكمتهم ابتلع فلما شاف يسوع هذا الوضع جاء بأسرع طريقة والطريقة اللي جاء فيها يسوع جاء ماشيا على الماء لكن طبعا اضطربوا قائلين إنه خيال يعني شبح ومن الخوف صرخوا فللوقت كلمهم يسوع قائلا تشجعوا أنا هو لا تخافوا وبعدين شيء غريب بطرس طلب من يسوع إذا أنت كنت إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك وفعلا بطرس مشى على الماء ولسبب ما حول عني وابتدأ يغرق وصلى صلاة سريعة يا رب نجني والرب أنقذ بطرس الرسول والأمواج والرياح ما زالت يعني هايجي فمشيوا على الأمواج ورجعوا للسفينة ولما دخلوا السفينة هدأت العاصفة على فكرة الكتاب المقدس بيتكلم عن عاصفتين عاصفة حدثت في إنجيل متى الإصحاح الثامن وهذا العاصفة كان يسوع مع التلاميذ داخل السفينة لكنه كان نائما ولما هبت الرياح والأمواج جعلت فجاءوا إلى يسوع وقالوا هذه العبارة كما قال بطرس يا رب نجنا إننا نهلك نجنا وفعلا المسيح طلب من البحر قال ابكم اسكت ابكم بسلطانه فهدأت العاصفة وهنا أنا عاوز أتكلم عن تهدئة ثلاث عواصف العاصفة الأولى اللي بتجتاح حياتنا هي العواصف الخارجية ثم تانيا العواصف الداخلية أشد هيجانا اللي هي العواصف النفسية ثالثا العواصف الجسدية العاصفة الأولى بتحدث طبعا مش في إيدينا أمور بتسير مثل الرياح مثل الأمواج أحيانا بتحدث كوارث في الحياة أوبئة مصيبة معينة كارثة معينة بتسير ولكن خلينا نتذكر إن الله له السيادة والسلطان المطلق الكامل على كل شيء لو التلميذ اللي شافوا معجزة إشباع الآلاف وعندما ألزمهم يسوعا يذهبوا إلى العبر هذا كان لازم يكون دليل كافي وإيمان كافي إنه يشجعهم إنه لابد إن السفينة تصل إلى الجهة الأخرى إلى العبر الآخر ولكن هذه العواصف بتحدث كتير مرات مرض كارثة معينة وبئ مصيبة ضربة مادية ضربة جسدية أشياء ما كنا نتوقعها مع أولادنا في ظروفنا في حياتنا بتيجي العواصف لكن خلينا نتذكر الرب اللي له السلطان والسيادة المطلقة اللي بيهد هذه العواصف لكن العاصف الثانية اللي هي أشد هيجان وأكتر ضراوة هي العواصف الداخلية اللي يعني الشخص المؤمن لما بتيجي العواصف من بره بيتحملها بيشكر الرب بيعرف إنه الله عنده مقاصة في كل شيء لكن إذا ضرب من جوه داخليا نفسيا أحبائي هنا تكمن المأساة هذه العواصف جاء المسيح مش بس عشان يهدي عاصف من بره رياح وأمواج بسكتها سواء في متة تمانية هو نائم في داخل السفينة أو جاء ماشيا على المياه جاء دايما لخير الناس ومعونة الناس هذه العاصف أحبائي عاصفة عدم الإيمان عاصفة المخاوف عاصفة الشكوك عاصفة الأوهام يعني ظنوا إنه خيال يعني شبح وهي العواصف بتبني حصون تخيلات في أذهاننا منبتدي نقلق نصاب بالحزن نصاب بالكآبة بصير نتحرك بالخوف لما الإنسان مش شايف الصورة الكاملة وبيتحرك بالخوف بصير يتهيأله ويتوهم كل شيء لكن الكتاب يقول الله لم يعطينا روح الخوف أيضا للعبودية لأن الله لم يعطينا روح الفشل روح الخوف بل روح القوة والمحبة والنص فإذن غرض المسيح أنه يهدئ هذه العواصف اللي من جوه إذا في عندك عواصف شكوك أو مخاوف أو عدم الإيمان بتكون أنت بتنظر في منظار سواد اللي مش شايف الصورة بتشوف أوهام كأنك بتنظر في مرآة من نحاس عم بتشوف تعوجات وتموجات أيضا مش شايف الصورة الكاملة فجاء المسيح أحبائي حتى يهدئ العواصف الداخلية المسيح قال تشجعوا أنا هو لا تخافوا فهذا هو كلام يسوع المسيح المسيح لما دخل السفينة انتهر الريح ويتعجبوا أحبائي لما شاف أن المسيح انتهر الريح مكتوب جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله يعني هذا العمل مش ممكن يعمله إلا سلطان إلهي سلطان الله فهو اعتراف بالتلاميذ لألهية المسيح وعندما كان المسيح نايم بالسفينة قام وانتهر الرياح والبحر مكتوب فصار هدوء عظيم بكل بساطة قال للبحر والرياح اسكت ابكم سلطان فحتى التلاميذ اتعجب فتعجب الناس قائلين أي إنسان هذا فإن الرياح والبحر جميعا يطيعانه هذا هو سلطان يسوع المسيح واليوم إذا أنت بتعاني من شكوك وعدم الإيمان وعم بتتحرك بالمخاوف المسيح يستطيع أن يبكم وأن يسكت كل محاولة من العدو قال يسوع لبطرس وأبواب الجحيم لن تقوى عليها أعطيتكم سلطانا لتدوسوا حيات وعقارب وكل قوات العدو لا تدركم فعلا هدى العواصف الخارجية هدى العواصف الداخلية بكلمات مملوء إحسان وحنان مملوء أحبائي كلمات بحضور الله بسلطان يسوع المسيح قال أنا هو تشجعوا لا تخافوا كلمات بتطمن وكلمات بتشجع لكن عندما هدأت العواصف في عواصف في عاصف الثالث مكتوب لما جاءوا إلى أرض جنسرات هو سهل واسع على البحر فعرفه رجال ذلك المكان فأرسلوا إلى جميع تلك الكورة المحيطة وأحضروا إليه جميع المرضى وطلبوا أن يلمسوا هدبى ثوبه فقط فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء وبحسب القصة في بشارة مرقز جاءوا من صور وصيدة جاءوا من أورشليم واليهودية جاءوا من المدن العشر جاءوا من سوريا جاءوا من حول بحيرة الجليل وكل الناس اللي جاءت إلى يسوع المسيح كان عندها عواصف سواء اللي عنده شخص عزيز على قلب وبيحبه جدا عم بمر في مرض عم بمر في عاصفي أو سواء الشخص اللي بيتقلم مكتوب جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء هاي اللمسة أحبائي لمسة يسوع فيها قوة من حضور الله نالوا الشفاء هون بيتكلم عن الشفاء الكامل أمراض الجسدية أمراض النفسية والأمراض الروحية وخلي بالك في السياق الحديث بحسب بشارة مرقص أخرج أرواح نجسة أرواح شريرة وشياطين لأنهم نالوا الشفاء الكامل أي شفاء يسوع المسيح فهدأ هذه العواصف واليوم أنت عم بتمر في عاصفة مادية في عاصفة صحية عم بتمر في تجارب متنوعة عم بتمر في ظروف صعبة عندك مخاوف من مرض الكورونا يعني مكتوب عنه قدامه يهرب الوباء يعني في مزمور 91 يريت نتعلم نقرأه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر فالمسيح أيضا هدأ هذه العواصف فالمسيح عندما يتعامل يتعامل تعامل كامل فله السيادة حتى على الطبيعة والريح والأمواج ما في صغير أو كبير بتفلت عن عني بيعرف عن المجاعات بيعرف عن الموء الأوبئة بيعرف عن المصايم بيعرف عن الكوارث لكن الكلم الأخيرة ليسوع المسيح ثق تشجع لا تخف قال يسوع أنا هو أنا معك مش رح يتركك ثم العواصف الداخلية اللي هي بتخلينا نشوف في منظار خاطئ عدم الإيمان والشكوك أحباء والمخاوف اللي بتحطم الحياة وفعلا بتصير نتحرك بالخوف والشخص اللي بيتحرك بالخوف حياته رح تكون مأساة لكن عندما نمتلئ من الروح القدس عندما نمتلئ بروح المحبة مكتوب المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج لأنه من خاف لم يتكمل في المحبة ثم أحبائي إذا أنت اليوم بتمر في عواصف جسدية عم بتعاني من ضعف عم بتعاني من مرض الفكرة بسيطة يسوع هو هو أمس واليوم وإلى الأبد فأنت مد يدك في يد يسوع وقال له خلصني خلاص كامل لأنه المسيح صنع فداء كامل مكتوب هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا اللي تكلم عنه الشعياء بحبره شفينا اللي تكلم عنه بطرس الرسول الذي بجلدته شفيتم فالمسيح جاء أيضا ليعالج ولا يحررنا من العواصف الهوجاء اللي خلتنا نخاف خلتنا نتكل على الجسد خلتنا ما نشوف الصورة كأنه مش فهمين الله في حياتنا فالرب موجود فالسؤال أي نوع من العواصف التلاتة عم بتمر هل في مصايب على حياتك هل في كارثة هل في شيء حدث في بيتك ما كنت تتخيل ولا كنت تتوقعه وانت في حالة يأس موجود في البيت كأنك خسرت كل شيء وكأنه كل شيء أحلامك ضاعت وقلبك انكسر انظر إلى يسوع يستطيع أن يهدئ هذا النوع من العواصف لكن إذا انت وصلت إلى حالة من جوة مش مستوعب مش مصدق عندك مخاوف عدم الإيمان قل له يا رب تعال عالج عدم إيماني عالج مخاوفي املأني بالروح القدس وتعال احرق فيها كل زغل وكل شوائب كل شيء لا يمجدك وأنا عاوز أقول لك أن الرب حي يسمع ويستجيب الصلوات حتى لو كانت يعني احتياجات جسدية أو مادية من شفاء أو تزديد الاحتياجات أنا هو لا تخافوا الرب موجود ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة ينبغي أن يؤمن أنه موجود أن الله موجود وأنه يجازي يكافئ الذين يطلبونه قل لي يا رب أعن ضعف إيماني زد إيماني واليوم أنا بدي أفتح حياتي وقلبي لإلك حتى تكون ربي ومخلصي حتى أشوف في منظر آخر من خلال عمل الروح القدس الساكن فيها أنا بصلي من كل قلبي في اسم الرب يسوع المسيح كل اللي بيمره في عواصف هائجة من ريح وأمواج ومصائب أوبئة كوارث في حياتك مصائب في اسم الرب يسوع يكون شفاء واسترداد وتعويض في هذا اليوم وزا أنت بتعاني نفسيا من هذه الضعفات بصلي في اسم الرب يسوع الرب يملأك من الروح القدس وأنا بصلي من أجل كل احتياج جسدي من أجل كل ضعف وكل مرض كل شخص بيشاهد في هاي اللحظة بالإيمان منصلي لنروح المسيح لا تحده أي مسافات في اسم الرب يسوع منصلي باركة وشفاء على حياتك منحب نسمع منك شارك هذا الفيديو الرب يباركك ومنشوفك في تأمل آخر الرب يكون معك